من جديد في ساعاتنا الثانية من الماتينال سيت نوف على اي اف ايم حلقة الاثنين خمسة وعشرين مارس الفين واربعة وعشرين خمساش رمضان الف واربعمية وخمسة واربعين في ساعاتنا الثانية كما قلنا بش نرجع على موضوع اللحوم الحمرة اللي تم توريدها من فرنسا اللحوم الحمرة المكنجلة سي احمد العميري رئيس الغرفة الوطنية للقصبين بش ناخد معاه اكثر تفاصيل على طريقة التوزيع وينجم نلقاوهم اللحوم هذية اللي بش تكون ارخص من الاسوام اللي موجودة توا في السوق وخاصة عليش تأخرت اللي شرحنا هذية وقت اللي كنا ننتظروا انها توصل اقبل شهر رمضان سينا في النصة على الاخرانية بش نحكيه وعلى كيفية ربح الفلوس من تيك توك في تونس ياسمين بن نور حلت لانكات امتحاجات بحذين اجيهين مش تعطينا الانفوترافيك كيما كل ثمانية وربع اما اقبل هذية الفقرة الخاصة بيها مسلسلة رمضان الفين واربع وعشرين سباح النور مرة اخرى سباح الخير سيخة لازلعبي شبيك تحكي بشوية طو بش نحكي عالمسلسلة هيخي تحكي بشوية كده ايه يلزم من نبدأ زين عليه شبيك تحكي عالحشاشين شبيك لي لي مش خاص كنجي عنا كيما الحشاشين في تونس طعا من عرش انا موسطش للحلقة الاربعة تاش موسطش الحلقة متاع البارح اما انا نستنى في كيفيش بيتر ميمي مش يسور الجنة تعرف هالحكيه انتي وليه منحبش نحرق للمتفرجين اما اه في القصة الحقيقية متاعه ولا في القصة مو مش حقية في واحدة من اكتر ليفرسيون شهرة حكيات احمد للصابح هو انه مش يخلق الجنة الحقيقية نحكيه في تفاصيل توسويت موسطسل زمان يريد عمنالق جينجينجولة قلنكمل عادي بيتفاضل بيتفاضل قول هه هو احمد للصابح توقع منه كل شي حسن الصباح في أكثر الفرسيون شهرة تاني لأخذت رفهم بلزوير فرسيون على حكاية الصباح في الأكثر رواجا هو أنه استغفر الله العظيم خلق جنة كريمو في الحلقة التاسعة والعاشرة ديجا بداي ينبه على الفكرة وقت اللي بداي يلم في الجواري وغزر للواحد من اللي ياخد مو عنده قالوا الغابة هذي كان حبها تولي مزيانة ياسر وفي القصة الحقيقية متى حسن الصباح شد بلاسة عمل فيها نهر من اللبن وعمل فيها أجار وجو كبير ياسر ورينة ابنات ديجا بداي يراني فيهم في المسلسل جاب واحدة سبيسياليست رينة ابنات مزيانات لكلهم كيفيش يدلوا وكيفيش يكونوا باهين معناها مع الرجال ويلعبوا دور الحوريات دوك خلق أنا سباس كريمو ما هو يقولهم أنا ساحب مفتاح الجنة دوك خلق جنة كريمو على الأرض في مخيلته هو وشنوه كان يعمل كان يخنق الموانلين ليه بالحشيش بالدرك اللي يموت ميت اكا مشي على روحه اللي ما يموتش يدوخ وهو دايخ فاقد للواعي معناها يهزوه للبلاسة هذي كيفيك يلقى روحه يحسب روحه في الجنة بالحق قولوا أنا مش نهزك للجنة يعطيه لحشيش يفيك يلقى روحه في البلاسة هذي حوريات وجوه كبير وشيخات وجوه هذيك الكل ومبعد يعودوا يدوخوه ويرجعوا الحسن الصباح يقولوا ريت أنا نهزك للجنة ويرجعك منه معنا يوصل للدرجة هذيك من الكفر الكفر كفر فهمت؟ إينا نستنى في بيتر ميني كيفيش بيش يصور الجنة الجنة متاع حسن الصباح طبعا نتصور أنا باش تكون تكنيك لا كYes لا جمعا جراء ماükat ببيتر ميني لي عندهم جراء كبيرة فهمت؟ عبد الحميد بوشنيق retrن الت towel صور الجنة الدر عربي تفاكر في نوبا في اخر حالقة أولاهي محلية لا جث تذهمك كل الفسط كل أحد كفشيره هو جانكي هؤوا يقول أنه الجنة هي اللقاء جسeker ه عند حصن الصباح عنده رؤية أخرى للجنة نشوفها في الحلقات القادمة من مسلسل الحاشاشين غودوا نحكيوا على رقوجة رقوجة يلزموا برشا وقته يلزموا برشا وسع بال بشتجم باي مفهوم اموره مريق لسمباتيك محليه فيه برشا كينك فيه مصرح يلزمك تتفرج فيه تتركز مش كل تتخميم معنى مكش بش تتعب مخك أما أنا ما نحبش للمسلسلات اللي يعطيوك الميساج وقته يلزموا برشا تركيز يلزمك تركز خاطر ابداع في المماثلين باي هاي ناس هون نفوترا فيك بعد شوية نحكيوا على تيك تاك حلقة الثنين خمسة وعشرين مارس الفين واربعة وعشرين باش نحكيوا شي اخر على موضوع اللحوم قبل هذية تصحيح خطرت سرعت هنا وحكيت على مسلسل الحاشاشين وقلت انو نستنى في ظهور الجنة اللي عملها حسن الصبيح يبدو انو تم تصوير الجنة وجميعها في الأوف قبل راهم ما صارتش بطريقة خشينة ياسر ياسر واصلوا الاحداث متاعه والتي تصوير في الحلقات اللي اتعديت سينا اي نتعدى والموضوع يهمنا اكثر اسعار اللحوم الموجم ده اللحوم الحمراء الموجم البلوتو المبر ده اللي جاية من فرنسا اليوم تجي اول اول الشحنات باش نتعرف على تفاصيل مع سي احمد العميري رئيس الغرفة الوطنية للقصابين سي احمد صبيح الفل سيدي نهارك اسعى دوبرك نهارك سعيد نهارك دجل وحليب ليك جميع العاملين ومستمعين اي افهمي مرحبا بيك سيدي دك نحكيه على اولى الشحنات اليوم توصل هكا او ليه؟ ايه بحول الله دكش من قدش فيها الشحنة ومن جملة قدش كونتيتايس احمد الشحنة تمني تم تقريب 45 عجل تمني تقريب سبعتاش انترناتا نوصل سبعتاش انترناتا تمني ميزانة تاحا ان شاء الله ديو تمني بعد شقة الفاترة بيحول الله نحلوها تمني شحنة بيه تمني مرحبا تمني نداعي على تريخياتين مرحبا بكل تمني دعليميين اللي يحبوا تمني يواكبوا حدثة بيه في مقار شركة الحوم بواردية تمني تطرطونا حضوركم تمني وتطورونا وجودكم تمني مرحبا بكم كيفاش سيتم توزيحة اه الشحنة هدا يسي ما يتوزيحة مش تكون كيما العادة نحن عادنا الشين كده تعمل اه بين الغرفة و بزارة التجارة و من مشاركة الحوم هي فبقائمة اسامية في الاسامية نحن عملنا نحن طلب في القصابين على كامل الولايات اللي مدونها بتاع تعريف مدونها ببطينة هذلكم الناس دي بيشتاخدوا طبعا ناس ما تنجمش ادخل في الحاوية لولا تدخل إن شاء الله في الحاوية الثانية حتى عندهم عجول محلية سعارها غالية شوية إلا ميكمل ينظر سعني ما نجموش تعطيوها الحمى زايا بش متخلطش مبعده بيش حافظوا على القدرة الشرائية بسعارة التونسي بشكل حمى 35 و 600 جودة الممتازة لحوم عالمية قولي نحن بكل صراح هذية اللي هو الحمى زايا اللي باعة توا ما زالان يجي عجول بالجزيز ويجي العرفة تيها ويتتبيع ويوصل ب 57 دينار و 300 ببعضة حلقه كيفاش نفرقوا مانا داخل داخل المحل كيفاش نفرق ما بين الحم هذي والحم الاخ ماعني نجم بش ما ياخدوش واحد ويبيحولي بسوم السوق التونسي نحنا قمنا بالجراءات هذية انا وصيدة دي العام لبحث اخصادية ويش يخدوش قرار بيو اللي بش يخدم الحم المبرد ما يخدمش الحم فمي العربي اللي بش يخلطش بجمال الاسعار ما يفضل اعطينا نزادة نحنا نعطيه كمية كافية حتى تصبح حاجة زي ما نحكيوها حتى تصبح تنقبل إذا تعطيه انتشتر عجل في أسبوع كامل ساعات ما يزادينش ايه اليوم بدلنا نحنا السيخة ذي فامني اه قمنا المبادرة الحاوية والاسنية فامني حسب الطلبية الخاصة بيه في جميع الولايات احنا عملنا ميداع 24 ولاية فامني بتقطاع فامني الخصابين وفامني اللحومة ذي نحكيوه على 45 عجل كيفش يتم نعقل تقول نداء في كامل ولايات الجمهورية مش شوية 45 عجل كما قلت انتي واحد بش يخدم على جمعة كامل انا قادرش ليزموه يا اخي زيادة فامنا نحكيوه المعقول نحنا وقت دي فلمي جاتر قاية متلى ولانية ايه 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 اللحوم المستور ده من فرنسا فامتني شنوه نقص كيفش تفرق الموات من كيفش يتفرق معاك خوي هيا تقول نحنا نحنا نداء زي عمانية عد قدير شوه كيرا فوق الحم تتسجيل وطلق شظير وطلق ايه انتي تقرأ في انتي تقرأ في حسن الني ماعني انتي تقرأ في انه القصابة ي بيش يجيه السلعة اه اني قدلك في الحالة بتاع واحد على الخمسة واربعين اه بسوء نية الخضير الحمى دي وما حطش السوم بتاع الخمسة وثين دينار فاهمني شنو نقصد كيباش نعرفوه يعاتك الصحة فماليست فيهم شنو فم يعاتك الصحة لعنية فاني اذا كان فمال تليع بالاسعار واني يقولها فمي عالمالية وقولها فمي الجميع فمي القصدين الي بشي الزودو اراو فم اجراءات قانونية فمي وراوه واذاية مايشرفناش وراو واذاية مايكونش فمي تحت اسم الغرفة الوطنية نحن رانا قمنا بالتنسيق بيننا نحن وبين زمي الابحاث اقتصادية للمراقبة ذي وانا راني يوطي دي راح بركة عندي تول تقريب 12 اليوم وانا محتي في الزرزارة اللي بشي ياخده ولي يجيب لي داوراق متاع والكوفي فتاك تعريفه البطينة بقوله شيني اجراءات اليوم بكل صراحة انتي عندك هيمش ربح معقول تعيش بني عيشة كريمة ولي ذلك اذا مكتعتي فاني مسترد تتوسي حقه ولي يلعب الافعار ولي خالة تلحم مايتحمل كل مسئلته بشي يكون شطب لهاي من توريز اللحومة ذي ويجريت خلونية اخرى فاني هذه القضاء عليش ما تعملونيش فيهم ليستة مامش برشد ترساهم عدنا 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 القائمة عدنا قائمة اسمية في الزم بشي رقاها تلني الموجودين تلني على التحدات الجهوية وبشي رقاها موزود تحت وزارة تلني التجارة مع انت فليفيت ووين الحم هذية شكورها من الاتراض تمشي يا راية تلني لذلك يكملوا الحاوية نحنا نشارك لهم نبعت وفلني نحنا نراول للوزارة تلني الحاوية هذية كباش فرقت وكمية عن شكون وشكورها من الحوانت وعنت هذية تلني فيك تمشي يوميا من وزارة تجارة باش تلني نبحاث تلني بالمتابع والمراقبة بيه هكا بيه كبا فيهم ليستة عدنا قبتين من الاظنين وكيفما حاجة فلني ما ما بنينا نسمعوكم ونطبخوها ما نتخلق ناشى لو الشحنة جاية وقتش جي وقتش من شحنة ماذا لتجي عدنا كمية بعد وسبوع صحنا جاية خاتبتا ونحنا فلني نحلو الليلة في البيل بعد شخصاتك فلني نحلو عدوة ومبعض عدوة للاحوانت فلني حاوك نحنا ذي بشتعملوها مخياس نسوفو فلني مدير مستارك فلني بش يكون على اللحومة ذي بجيارة حينة طالبية بش يكون Lily شوفو شوفو زفاء الجمعادية اللي بش يكملو بش يخلو تم Sodворة جيدة. نعمل رصائيات بقلق ناسي. خطر نحن نشوف نزلق ونهار الجمعة. مم. فنيت فرنسا. نهار اثنين في الحاوية تبدأ هنا. معادة اذا كان فمدرزارة بش قدم ملفاتها. مم. نحن نزيده في الحاويات. موجودة في الكميات. مم. مم. موجودة اتفاقية مع فرنسا. اه. عتينا الحم يخلط للمستهلك التونسي باسعار تفاضولية. بي. هي. فني اربعين وثينة واربعين وستة واربعين في بعض الجهيات. معادة نحن نحن نرى ونسبوع بها. هي. هي وها. عادة بديل. اه. فني بجرسة جارة مددية. اه. فني. اه. الغرفة في ان اقامت بلوجبتها. اليوم بدور القصاب والمستهلك. اي. هو حتى خمسة ثلاثين برشة ما لغالب. انا وصلنا في تونس الوقت اللي نقوله هو وكيلو الحم بخمسة اه اه ارخيص اما مش مشكلة. اي. اي. مقارنة بالاسوين معاك 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 طبعا اي. اما خمسة وثنين. خمسة ثلاثين وستة مية نحن بدي كنا في من. حابين. بل تكون معادة ثلاثين ثلاثين. لو تستطيع سرعة. تبقى ان احنا خرجنا في من تد الشركات العالمية مخر. خطر نحنا كنت صوما اغلاط موجودة. موقدين نقعد في الشيماعات وقل وعد الانتيج وعد الافرة. شو لي وصلنا الهدايا. هنال مغالطات من بعض الاطراف والعلوش كيف كيف رو العلوش قدنا احنا حبينا نجيبوه كينا بيتورو اليوم العلوش القاوه بديتوا الكلساك وانزورو طوما عشر لفنسل بزايدة في كيلو كنا نتوفو مغالطات معانشكون 6 و30 الف ونحنا قدمنا مقترح وقت لوتا التجارة بش يكون ب33 بقري والعلوش ايكي خرجنا ماخر نحنا خذينا تفعيل ماخر مغالطات معانشكون سيد احمد المغادرة هذه من اتحاد فلاحين من الانتاج الفلاحي من ديون تربية الماشية ومن المجامع اللي نقعد في الشمعات عدنا الوفرة عدنا الانتاج اخي نحنا ما نغلطه شروع احنا ما نغلطه شعب توس اخي عمنا ولا نغلطه ما صارت في موضوع عضايا وعليه في رغضان ونحنا في المناسبات نخرجه ولا بش انه نقوله غالي ولا ما فماش نحن قادين نده عدنا سنين نقوله ما عدناش انتاج وما عدناش وفرة وكان يجي العشور المهدد تسمين زي فاني معتتش المدودية مناحي التسعار واجبلها عالفتها بديفيد اليوم هي عتتنا الحمب سبا اخرسين الف بستة واربعين الف هاي المغادرة وين وين المغادرة من الاتراف هذيك اللي قلت في جلسين تقوله عدنا اخي عمناول 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 في العيد فاني العلوس مش خالوا عدنا في اليوم موجودة وخارس ومثل تنفيذ يوم بثمانية وعشرين الف بعد الفلاح وطم اتبيع وضربين ومشدت وما كده وطلبت انا ربط الشيرة بالعقود ويبقى اتلاع مفهمات في العيد وشاركت لحو محلت كانت لنية قبل بعشر ايام خطر مفهمات ومفهمات ومالقلنش العلوش والعبادة كانت هو العباد ما عيدتش والرمزين بتاع العيد هذي باش اتفقدت اليوم زيدا باش يخدموا على العلوش خطر لزمنا العلوش كوت كوكوت يزم باش نجيبوه خطر مجلش العلوش اذا كانت لنية ما جلش في الروضار ومجلش في العيد هذي سميح على دنيا سلام اذا كانت تأخير الاخبار على تأخير وصول الشحنة هذيه اللي كانت مقرر انها توصل في قبل شهر رمضان اسباب متاعه ومش فرنسا اسباب متاعه هو المغلطات بتاعتيحات الفلاحين المغلطات بتباع كي يخرجوا كي يخرجوا في النتوى ونحن في وزارة الشارك اللي قعدوا يقول وراه ما عدمش اوكي كي يجيو في الاجتماع بالمبعادنا للطرف كله خلك الفلاحة دي عندي وعندي الانترش وعندي الوفرة واضح ما عادلون يستحفظوا على موارد الدولة وعدوا بين واضح شكرا لك سيد احمد العميري رئيس الغرفة الوطنية للقسبين وبون كوراج للحلة متاع الحاوية اليوم في الليل وشارة تكون سلعة به شكرا لك احمد العميري رئيس الغرفة الوطنية للقسبين نستلعب تكون متوفرة في قائمة متاع اسمام متاع محلات مش تكون موجودة على الموقع الرسمي للغرفة السوء متاع الكيلو خمسة وثلاثين في حدود الخمسة وثلاثين دينار ايفم اكس بريس مع نيسا مكشيح بعد شوية ياسمين بنور تحكين حكاية التيك توك في تونس ايفم ستناف واربعمية وخمسة واربعين لقاية هذه استنستو به لانكات التحقيق اللي تعملو الصحفية المتميزة ياسمين بنور اليوم بش تفتح على نفسها النار وبش تجيها برشة انتقادات وبرشة هجمات وبرشة فيديو ويت وبرشة لايبات على تيك توك خطو ميحملوش الانتقاد اوزر اوزر انا زمين شنحكيو على تيك توك فاش الجماعة قاعدين يدخلوا في الفلوس في تيك توك لانكات اللي عملتها ياسمين بنور اهلا وسهلا مرحبا اخرا بش نرجع كما انتي قدمت الموضوع بش نرجع نحكي على مدخيل تيك توك ولي غزيو سوشيو بصيفة عامرة وفيسبوك انستغرام تيك توك منعرفوش الحكاية هذي فما قوانين تنظمها وقال لي ناس هذو ما كيدخلوا في الفلوس وين يمشيوا بالضبط الفلوس هذو كومتوين ساوالا دوفيز دوفيز كان دخلت والي تونسي واللي هذي الكل نحبو نعرفوه احنا مش نحكيه باكثر تفاصيل اما اسانسيالما نبديو نحكيه شوية فهمة تخوى ميتود كما حكيلي عليهم وصيف المنعي هو صانع محتوي وهو تو في الاستماع معانا بش يحكيلي علي اللي تخوى ميتود اللي دخلوا بيهم الناس شو معانيها تدخل فلوس من تيك توك وش معانيها تدخل فلوس انتي من انستغرام وش معانيها تدخل فلوس من فيسبوك دونك هيت نسمعو معانا في الاستماع وصيف المنعي هو صانع محتوي. معنا في التليفون. اهلا وسهلا ورحبا وصيف. اهلا بيت. صباح النور. صباح الخير. صباح النور. صباح النور. يا عائفة صباح النور. ايواش البداية بيش تبدأ مش نبدأ ملول بكل نحب نعرف كيفاش التونسي ولا التوينسة كيفاش يدخلوا فلوس من من تيك توك. هذ هي الحكاية نحبو نعرف وشنية الدماخش اللي يعتمدوها باش الفلوس توصل لتونس. دي من راوة كجميع متاع. انا علاش نحكيو عالبيوع مسلا وشري ولا كيف كيف نحكيو عالى النشاطات متاع اللي لايف والتحديد متاع تيك توك. كيفاش يدخلوا فلوس هذو من ناساك. به هوا فت في تونس. كما تعرف تونس متجامش تكتب كونتون ديفيز كي بيشتعمي حاجة البلع تجد دخل بيع الفلوس. اما غيالما في التيك توك ولا في ولا في الليك لابسهم نقول. خلينا نحكيو عالى تيك توك بالذات. فما تخوا ميتات بش يدخل بهم الفلوس. فما اما التيك توك بتاع. اللي هو ماهوش موجود في تونس لكن الناس تعمل في في تونس. وفما الى باكتناريا اللي يتعمل مع اللي بوتيك والا كي ما نقولو نحنا ببليسيتي بش اه يعني بش تك رموتي نقولو نحنا يديه اه يعني بش تك توك. بس بالنسبة لكوانت بيتا. حلن نأتدى على حاجة لاني. كونو الكوانت بيتا هليرا هم يتعمل ش في تونس. يعني موجود كان في بلدين معينة اللي هي نقولو نحنا دول الإسبانيا، ألمانيا، إيطاليا، أو الأنغلية. لكن الكنت بيتا هو اللي دخل منه دفلوس عن طريق جسد لفليو جميت. هذا هو. نحن تخلق مصدر دخل الليكسياتور دو كونتوني في الدول هذه الليكسياتور اللي تعملها وإلا تشجع الناس تونومي واللي عنده مصدر دخل في تيك توك. هذا هو. فحلته في هالأربع بلدان هادوما أوين توصل العشرة اللي في متابعة تولي تخلص أين أورو يجي تقريبا تساليف تسامية بفلوسنا نحن في تونس أعلى الألف فيو يعني كل ما تعمل ألف فيو تخلص أين أين أورو. في تونس أعليش ما هيش في القائمة لأنه انفات كيمة الفيو بتاع تونسي طائحة مقارنة بدول أوروبية وهذا يعتبر مهم لأنه البلاتفون تخدم على الفيبليسيتي مثال مش كيمة تبيع في سوق تونسي المشتري ممتاح داخل مضعيف كما تبيع في دولة أوروبية والمقدار الشرائية والطريقة أوضح في الدول هذه الدولة على برشة. سايف ربي لحظة على السوم ليفو. هل كيمة يوتيوب زادا فما فارق ما بين البلاد التي تبث منها ولا تخدم فيها وفارق زادا ما بين النوعية الكونتونية مش كيمة الفينوس كيمة السلحة كيمة الكوجينة كيمة غيره اي اي بانسور يعني فما نقول له نحنا ديك خيطاء معينين اه هذي 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 تيك توك هو اللي معتها حاط اللي معتها نقول له نحنا الليبالييه اللي يلعب عليهم فهمت كيف اشهر المهم فما معتها كما قلنا الثلاثة شروط أساسية كونك تكون يعني من الدولة من الدولة هذومة وعندك معتها عشر لاف متابعة وقال كل ما تخلط الالف يعني مشاهدة تولي تخلص على المشاهدة هذيك بالنسبة كما سؤال الثاني اللي قلنا عليها علش تونس مش موجودة في القائمة وراني ديما نذكرا نحكيه عالكومت بتاتو يعني هي الطريقة لولا بش تدخل بايله فلوس وهوش موجود يعني علش مش موجود في تونس كما قلنا الفيو طايحة التونس يش يعمل دونك باش يحل هالكومت هذيه يعني يستعمل الويبين يعني يمشي يولي كونكتي على دولة أخرى هو في تونس ويش يولي كونكتي على فرنسا ولا على اسبانيا ولا الانجليطيخ ويعمل كونت متاع ويحط لادرسة اللي يحب عليها الى اخش الى في جوهات متاع ويمشيوا على رزو اه والا هذه الاشكالية متاع دوك مينا جمشي بيعني دوك مينا تلعش للتونس اكو اه 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 هو انفت يعني يبقى كيعمل في بيان ولا يوصل شكون يحل لغادي الاشكال متاع طريقة هاري واللي نجم يعانيو منها اي واحد مهوش انكلو في الهاليسة اللي قلنا عليها كانوا بشيوالي يخدم كان على الكوميونيوتاي اللي موجودة في البلد هذيك البيتاء موجودة في دول الخاليج نساور البيتاء موجودة في دول الخاليج لا مش موجودة في دول الخاليج موجودة في دول الخاليج موجودة كان قلنا في اربع دول هذو ما يعني خاتر كونتظر اللي رأول البتاء يعني هي فرسون تجربية خلينا نقوله وموجودة كان في هالدول اوروبية هذيه مبعد اذا ملح التجربة يعني في هالدول هذيه وقتها يعموا عالدول جاية كيما قلنا دونك يعني في الواحد في الطريقة هذيه ما تخليش اللي يخلق اللي يخلق على الالكونتونيو معتها يفزي الكوميونيوتاي اللي موجود فيها هوا لازمو يمشي معانتها للدول هذيه يعني مثل انك تونس يعمل كونت بيتا بسول يتخدم مع الكوميونيوتاي الفرنساوية والكوميونيوتاي الانجليزيه وهذا ماهوش براتيك ومهوش عملي بش واحد معانتها يخدم على معاني على الناس ماهمش معانتها في الدايران تاعه اه هذا هو لو سيطة وحقق ارباح فى الطريقة الولى انتاع هالبتا اه شنو يعمل مبدئين طريقة اللي يخلقوا بها بش يجبلوا فلوسهم ويربطوا الكنت تيك توك بيتا هذيه بكنت باي بايل ولكمت باي بايل ويربطوه بكنت ويز ولا بايينير والاي سيرا وهي بنوك الالكترونية موجودة البر اذا انتي لازم تتعدى بواحدة منهم اه لأ مشتتعدى بواحدة منهم ستتعدى بزوء يعني انت اعمل بايينير وبيك ايه اي اي نه كنت اعملت معانت مداخير فى تيك توك ولي تمشيك بالباي بال معانتة تطرخي في فلوسك بالباي بال وبعد البيبال تبعته للبيونير. والبيونير على خطر على خطر على خطر البيبال الكون تيك توك يجب أن يكون مربوط يعمل على دول العالم الكل اللي هو البيبال والثاني اللي هي البيونير يعني توفر لك بيطاقات بانكية يعني تنجم تحبط بها من العالم الكل سلاح لي كيني غالد في جوجل تنجم تربط بالكونت بانكير تنجم تنجم تربط تنجم تربط دوك تيك توك معقدينها شوية لحكييكم معقدينها عالاخر هو مفترة مزال مش مستعرف بالتاختيميناء هذي عالاخر لأنه كما قلت لك المشاهد التونسي ما عندوش قيمة غيال المشاهد يعني اللي موجود في الدول المتقدمة شوية فهذا هو كما قلنا يربط بالبيبال اللي مبعث بالبيبال يربط بالكونت ويزو اللي هو ولهني التونسي يعني كي تبدأ عندو كارت انترنسيونال جبدها بالبنكة والمعنة الاشكالية كانوا ليفخي يختلفوا من يعني من بنكة البنكة وديم التونسي ما يحب شي حال معنة يدفع نقولوا نحنا ليفخي على حاجات بشدين من البرا فالبنوك يعني في اللغة نجم نقص قصص كبير شوية هذا هو وشنو قولنا ببط وشنو قولنا ببط اللي المتودة الثانية لاحظة برك الكونت بيونير يعطيك كارتة تجبزونها فلوس باديستريبيوتر افكتبا ايه ولا ولا المتودة الثانية اللي المتودة الثانية قلوا نبيع لك اللي جاني في البيونير هذاك وانتي تعطيهم الفلوس بالدينارات في تونس ولا هنا ندخل شوية كان نعطيه تعريف العملية هذا يعني سوق موايزة للعملة سوق موايزة للعملة سوق موايزة للعملة عليش قلت السوق موايزة للعملة تجاوبنا بعد الفاصل خليك معنا وسيفلوتر اوكي امريك ايه فهم ستنافة 48 دقيقة حلقة ٢٢ ٢٥ مارس ٢٠٤ ٢٤ ١٤ 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 ياسمين بن نور في اللونكات المتاحة اليوم تحكي على تدخيل ولا على 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 صناعة الفلوس من تيكتا كونفيت في تونس على خاطر في تونس لكاي تنبو سبيشيال وهذا اللي بدا يفسرنا فيه سيوسيف اللام نعيسان عن محتوي تيكتاك يوسيف قال لنا راهو في العملية متاع تسيركولاسيون متاع الفلوس نجمو نحكيو على سوق عملة موازية 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 ما بلا شنية الحكايته احنا نسمع دي ما نقوله سوق عملة موازية و جميع غايل مون نتفرج عليهم في اللي لايف راهو نرجع للاهتمام تونسي هو بيضو مانا اللي لايف وهيك التحديت هذيك وكبس كبس والحاجات هذيك الكل كيفاش توصل الدخل فلوس هاو هاو السؤال اللي هو الاساسي باي مجيوب اللي اي يجيوب بانسور اي باي هو انفت خلينا نقوله راهو في تونس كما قلنا باي كان تحب تدخل الفلوس بالبيكتاك ينجمو يدخلوها اما دي ما فلما ريس كونو ما ما تددش لومور ليجال باشا كان مشو بالومور ليجال لازم مش تطفع دي فخي و باشا فلوس معتا يعني للبنوك كان مش تمشي بالطريقة الموازئ والي هي العملة يعني اللي نحن تشري عملة من البره والا الدخل عملة من البره واتبيحها في تونس لازم تبيحها عن طريقة عباد اخرين وهكا كتولي يعني اسوق موازئ باي ما فهمتاش ما فهمتاش كيس كيس باس كونكرتمان كيس كيس باس ما قدين يعمل هو هاو شنو يسي انت دخلت لك فوس من تيك توك ما؟ عديتها على باي بال باي بال هازيتها لله ليخ انتي الهن فمش كون زاده في تونس يستحق هللل يستحق هكا الدوويز هذيك علش يستحق الدوويز هذيك مثلن يخدم عشرا لبرا ولا هو دوجه يعيش لبرا وحاشتو زاده الدوويز فهو شنو يعمل يقول لك راهواني حاشة بالولوات اللي عندك تبيع هملي بتبيع الهنة التواتشان يختلف على التواتشان اللي موجود في البنك المركزي لأولا نحكيو على فوس والدكاش نحكيو على ما علموا يفق نحكيو على التواتش Thirtyكتوك وفي البنك السورة تتحدث في التواتش هبقى عملا بشيء للشيء على التواتش سوف يخدموا بالطريقة العالية لأنه لا يوجد رجالة ويقوم بإجابة أن تحب أن نتحدث عن هذا الموضوع أو نتحدث عن الطرق الأخرى نعم، بازي، بازي نعم، الطرق المازل هذا بالنسبة للقانت بيتا كانت دمارش طيلاً في الوقت بيتا ومازال موجود في تونس وفيه منفرنا نحن فوديلس بالنسبة للقانت الثانية، وهي فلوس يتخلق في تونس كما أي واحد كرياتور دو كنتوني يبدأ عنده دي فولور يعني يبرش في الكنتم تاعه يقول يمشي يعني يمتبستي يعني اللي ماركة تكام تاعة البشوة ومتاع السبيديية أو المعون إلى آخره ويدخل فلوسه عادي لكن اللي هنا راه أغلبية الكرياتور دو كنتوني ما يخدموش بالباتين ده إذاً اللي هنا يكون هنا ربع الفيسك ومجوش يدخل في فلوس يعني ما يش ديكلا غي هذي الاشكالية، لغم اللي رأوا فما دي كرياتور دو كنتوني عندهم باتين ده لأنه نحكيوا على دي كرياتور معانتهم معروفين شوية ويدخلوا في برشة فلوس أما اللي يدخلوا فكل يعني فبليستي صغيرة نقولوا نحنا معانتهم يدعوا اللي كنتوني حوامش كبير برشة ويدخلوا فلوس فبليستي هذو ما راهوا الناس معانتهم معانتهم شباتين ده للأسف ولهنه يخافوا معانتهم من الدكلاغاتين يعني نجم تدفع الفلوس ومتي ما تفقع تخدمه هذي يخاف شوية بالنسبة للثالثة والي هي الطريقة يعني زادة معروفة برشة اللي هو الكبس كبس وإلا الهلاية هو الحقيقة يعني كيفش تصير ذا الأمور اللي هنا الطريقة سهلة برشة أي شخص عنده عنده فلوس بالدبيز تبيعك نحكيه على فلوس بالدبيز ينجم يشري بأي طريقة خلينا نقوله وإلا هاك القصود والزرافات والتنانين إلى آخرين وهو شنو يعمل يبدأ عنده فلوس بالدبيز يمشي يشري نقاط في تيك توك نحكيه مثلا عشر ريف نقطة ولا عشرين نقطة وبالنقاط هذوكم يوليوا العمولات يعني انتاعوا في تيك توك مثلا عشر ريف نقطة تنشي ميجيبك أسد ولا سنين ولا اللي هو ولا قدش من زرافة ولا قدش من وردة ولا قدش من سنين وبعد هذك يولي مع انتا يخلق فيها وخلي لايف لهنا خلينا نحكيه وراه الأسد يتراوح قيمته بين 400 و 500 دولار يعني شنو عليش يعمل هكا هو معتا شنو مربوحه هو كيمش يشري ديك توك ويوزحه من بعد على جميع اللي تعمل في ديلايف و تحديت افكتبا با هي الحكاية من اللي كانت سبنطانية من بعد اه ظهر التقارير كونه فهم يعني اه تضييز اموال في الموضوع هذي اه علاش لانه اللي 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 تخدم في اللي سيخوي الى اقراد نحن خلينا نقول بالعامية متاعنا مثلا اللي اه يبيع في السوق الموازي ويبيع في الممنوعات والى الى اخيره يدخل الفلوس الفلوس هذيكه ماهيش ما نجمش يدخلها في السيركوي الى اقراد يعني ما نجمش مش يصبها وطول في البنك لان الفلوس اه سامحاني في الكلمة مصخة شوية فلازموا يبيطها الطبيض هذي لازم يدخلها البنكة اي طريقة تيك توك ولا النوع من انواع طبيض الاموال كيفاش لو فرضنا ندخلنا فلوس يعني ماهيش 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 انا عندي عشرة الف دولار مدرك تفاضل اي 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 اكتب ما حاضيتش اقولها تفاضل اي تفاضل اي لكن اي اذا هو دونك اه دخلت فلوس من السيركوي هذيكه فانتش نوع تعمل تمشي تتفاهم مع انت تشري الساعة او الحاجة دي تعمل كونك على تيك توك ومبعد تشري هالنقاط من تيك توك وتشري الاصود والذرافات الى اخير دي تمشي تتفاهم مع المشهور اللي بش يعمل اللايف هذيكه وتتفاهم معا تقول له ايا سيدي انا نجم ندخل ندعمك باللي نجم اين معتها وعندي كل شيء اه جوز يعني بعد ما تاخو الهال الوصول والذرافات وكل شيء وتحاولهم لفلوس فالبانك امتراك نقسموا بعد اه يعني اني وياك ففتي ففتي يولا شطا بش يولي عنده مدخول بش يولي عنده مدخول تخسر بش يولي عنده مدخول بيانسور الهن كي بش تحاول يعني المشهور اللي خذ اللي صار له الدعم وتعطاله مثلا الاسب الزرافات الى اخره بش يقول الفلوس تيك توكي ناحي بورسنتاج تقريبا اربعين بالمية اي ساحي اهنه اهنه لنا وقف اللي بايد امواله يضحب باربعين ولا خمسين بالمية من فلوسه بيانسور اي بيانسور هو رب ديما فم خلاص الموضع يعني موش يخلص فلوس الكل فم يعني كتحول فلوسك من تيك توك تحولها للبنكة يعني بعد ما تاخد الزرافات تحولها الى نقود و الى كاش في القنطم تاعك وانكيخ وقتا للتيك توك ناحي نسبة من الاربع حاليك برشة خمسين اي اي انا ديما كنا نسمحها الحكاية دولي بيزار خاتم فم حتى معناه فم واحد ياخد ريزك ويتاجر في الدروك وبعد يعطي خمسين بالمية من الثرات والتيك توك خير ملي ما يخوش جملة واحد والله هو عايش في الريزك بطبيعته معناه فهمني شنوه نقصد ايه خامه 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 هو ديجا عايش في الريزك مش مقلقته لحكيه بشي ضحي باربعين والخمسين بالمية من ثرات وزان ببزار ما خرجتش حتى حاجه رسمية لا يتقولي لي فهم نحكيه على حاجت ما انا منتعه متعارف حكيه فيها برشة الناس حكاية سوق والإشارة أخرى حكاية تبويض الأموال ما خرجتش روايات أخرى بخليف هما هذه الرواية للدور في انتظار روايات أخرى تنجد فزر الحكاية هو الأكيد كانوا فهم اتهامات تبويض أموال وحتى يعني سيريو ومتع تيكتوك كان صراح كانوا معها البمور تنجم تسير في بلدان معينة ومنجموش راق بكل شيء لكن الحكاية موجودة وموجودة عنها بحذانا في ليبيا وعنها في دول الخليج يعني الأمور قاعدة تصير بطريقة هذه غيالما وبرشة حكومات قاعدة تحاول يعني تتنقص من من هال من هالفاديانس فسكالة والحاجة ومن دون شيء من درجان اللي نجم يكون أختيح هذا هو فيعني في الأخر كي ما قلت لك فما تبويض أموال نوعا ما حسب التقارير باش ما نكونوش باش ما نسيبوش لتهامات جزافا وهذا يراه يرجع يرجع مؤكد على الموقع في السيسين الجريدي في العالم الكل في العالم الكل في فرنسا موجود لا مثلا فما دولة نجم فيها قانون يسمح بمراقبة الفلو درجان في الكم تيك توك بيدو متاع مولا الكم نوعا أنا لا نعرف أنت قاطم في تبيض أموال أو لا أو قاطم في إيشانج دوفيز أو لا يجب أن نعرف تيك توك مطاق كيف تسلق عليها فلو سمانيه أموال هو تنجم مثلا يعني كيفش تعرف مثلا دي بارتوناريات مع تيك توك يعني مع الإدارة الجيبائية والحكومة يعني تعمل دي بارتوناريات كيف مفرنسا عاملة كيف مغرب في 2021 مع تدخل في رقبة يعني المداخيل متاع 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 مماريك دونك لهني رهو تنجم مماريك لكي نفسك مماريك او سيف اللي مفهمونيش مثلا انا عامل ساعة لايف دخلت فيه 10 ألف دولار على اساس انه فما انتي عندك فلوس تحب تحب تبيضهم وقال دخلت 10 ألف دولار انتي كي بش تقول لي راه 10 ألف دولار متاعك هذوك حاجتي بيوهم أبعثهم لي واني أبعثلك فلوس 2 سا كاش هني مانيش نخل فهمت وكي يسمح للدولة بمراقبة الإشانج بتاع الفلوس اللي ساير في الكون تيك توك نعرف اللي فما 10 ألف دولار دخلت لي لديها انا لذلك نحاسبك عليهم دريكتما ما تجمش تبيحهم من غادي الغادي في المهموت اكوى فهمت اكيد هذا هو لذلك الحلول موجودة متوفرة للدولة اما الدولة هذه تفرج معنا كيلعات كيل تحاول بش شوية تحاول بش شوية تحاول 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 مع اللي قاعدين يربحوا في شوية فلوس نحنو في 25% اما الكبارات نعم بلا الكبارات لا يعني الكبارات سايدية سيكون خطر داخل في الكوية اما الحل موجود انتوكا الحل لا الحل موجود وداي حتى الدولة يعني سواء في 2020 مع كانت خلق معتفاله 3% يعني من المربيح على الشركة اللي هي مثلا نقول ونحن حد التطبيقة كيف نقول تيك توك في سبوك والانستغرام والهنا لا نجمش نطبقها على شركة لكن نجم نطبقها على اللي يعمل في المربيح شكرا لك الله يخليك شكرا لك شكرا برشا 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 وسيف وسينا الوقت الأخبار نعتذر منك وشانا نحلو الموضوع ومرسي بكو على الاعداد متاحة اليوم كما كل يوم منتي وسماح وخول والهي مرسي بكو أمين في الإخراج إيمان في EFM TV ونرمين في الديجيتال ومرسي بكو لكم خاصة اللي سمعتونا السبعة متاحة صباح بعد شوية جيكم كوثر البارتي تخليكم عاجيهين في المتايو نسمى المكشيح في الأخبار نحن نتقابل نهاركم زين اشتركوا في القناة